السلام عليكم معكم أحمد ممدوح مكملين في سلسلة يوتيوبيات اللي بتساعدك يكون عندك قناة على اليوتيوب بالهاتف بتاعك بشكل احترافي لو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت ياريت ترجع تشوفها هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف وحتلاقيها موجودة في علامة الاي هنا تمام في الفيديو اللي فاتت علمنا ازاي تعرف تعمل اعدادات مهمة جدا في القناة بتاعتك لازم تاخدها في اعتبارك اول ما تعمل القناة واعدادات تلقائية بتساعدك كتير توفر الوقت والفيديو ده هنعرف انت تختار فئة القناة بتاعتك ازاي او فئة الفيديوهات بتاعتك ازاي خلينا ندخل على القناة بتاعتنا زي ما تعودنا احنا بندخل عن طريق تطبيق الجوجل كروم ما بندخلش عن طريق تطبيق اليوتيوب لان الاعدادات اللي موجودة داخل الجوجل كروم افضل كتير وقلنا ان احنا في اي وقت من الاوقات بنضغط على ثلاث نقط دول ونختار حاجة اسمها اصدار سطح المكتب لو فتح معانا لما كتبنا يوتيوب هنا على التطبيق ففي الحالة دي بيفتح معانا داخل الجوجل كروم احنا نوصل للقايمة دي ازاي دي اخر حاجة كنا موجودين عليها في الفيديو اللي فات لو انت ضغطت ودخلت على قناتك للاسف خدنا على التطبيق هنرجع تاني ده طبيعي وكويس ان الكلام ده بيحصل قدامنا عشان نعرف نشتغل صح انت دلوقتي تكتب هنا يوتيوب تاني وتكون طبعا مسجل باليوتيوب بتاعك اللي هو الجيميل بتاعك بيفتح معاك القناة بتاعتك بالشكل ده لما بنضغط على علامة القناة هنا الايكون وبعد كنا نضغط على قناتك بيفتح لنا شكل القناة بتاعتنا عملنا لها غلاف عملنا لها لوجو كل الكلام ده تشرح في الفيديوهات اللي فاتت طيب عايزين بقى ندخل على الستوديو ندخل ازاي بما بنضغط على ايكون تاني هنا كده وبنضغط على استوديو اليوتيوب بيدينا اعدادات سيتينجز خلي بالك ان فيه اعدادات زي دي موجودة برا دي لها خصائص ودي لها خصائص يعني الاعدادات دي بتوديك في منطقة ودي بتوديك في منطقة تانية لو انت مش ظهر عندك في الهاتف يبقى انت بتعمل سكرولينج للهاتف كده يعني بترفعه أو ترفعه الفوق بحيث ان تظهر معاك علامة الترس اللي احنا شايفينها تحت دي لما بتضغط عليها كده بيفتح لك الاعدادات اتكلمنا على الحاجات دي في الفيديو اللي فات فمش هنتكلم عنها دلوقتي طيب الاعدادات التلقائية اهم حاجة بقى عايزين نتكلم عليها بشكل كويس حاجة اسمها فئة الفيديو طيب احنا وصلت معنا للمرحلة دي خليني افتح بقى الكلام ده على الكمبيوتر عشان يبقى الدنيا واضحة بالنسبة للناس ناخد ده كده على جنب وصلت معنا لحد دي يبقى انت مش محتاج الموبايل تعرف تعمل نفس الكلام زي الكمبيوتر بالزبط دلوقتي عندك فئة الفيديو بتاعك تختار فئة الفيديوهات بتاعتك او القناة ازاي انت لو عملت الفئات دي هنا كده اي فيديو هترفعه لو تحت الاعدادات التلقائية اي فيديو هترفعه هينزل مباشرة تحت الفئة دي مش محتاج ان انت تختاره كل مرة واي حاجة هتعملها هنا خلاص هتثبت معاك وده افضل كتير عشان توفر وقت كبير مش كل مرة تقعد تختار الاعدادات دي او هي تكون انت مختارها قبل كده الفيديو وتكون غلط فبالتالي تروح غلط على كل الفيديوهات فاحنا دلوقتي بنتكلم على اننا الفئة دي نختارها ازاي بموضوع الفئة اليوتيوب له طريقة معينة في تصنيف الفيديوهات ما تعتمدش بس على الفئة بتعتمد على الكلمات المفتاحية بتعتمد على الانوان بتعتمد على ضغط الناس على الصورة المصغرة الناس دي اصلا بتحب ايه بيبدأ يفهم الفيديو بيتكلم عن ايه لكن الافضل طبعا لو انت حاجة خاصة بالافلام ورسوم المتحركة تحطها لو انت بالمركبات يعني سيارات درجات حاجات ممكن خاصة بالمركبات تحطها موسيقى تحط موسيقى حيوانات اليفة بقى بتتكلم على حيوانات برية بتتكلم على حاجات خاصة بالغابة تحطها حيوانات الرياضة طبعا معروفة السفر والاحداث تحط حاجة انت رجل بتاع فيلوجينج بقى وبتحب تتكلم عن نفسك وبتشرح عن الرحلات والكلام ده فانت تحطها فيلوجينج العاب الفيديو طبعا لو انت فيديو جيم طيب لو انت قناة مثلا تعليمية تحطها تعليم او تحطها اشخاص ومدونات لو انت مش عارف الفئة بتاعتك ايه في دول مش واضحة بالنسبة لك اقرب شيء الاشخاص والمدونات تمام عشان الناس بتسأل كتير قوي في الحتة دي فمش عايزين نشغل بالنا كتير بالموضوع ده طيب انت مش عارف خالص شوف قناة زيه مثلا قناتي انت لو انت مجالك تكنولوجيا زيه شوف انا مختار ايه انا مختار اشخاص ومدونات في قنوات مثلا خاصة بالجيميك بتلاقيهم مختارين جيميك فانت دور على الناس اللي انت اللي هما منافسين بيعملوا نفس المحتوى بتاعك وابدأ شوف فئة طب لو انت مش عارف خالص تختار دور على القنوات الكبيرة عاملة الفئات بتاعتها ايه اللي هي خاصة بنفس المحتوى بتاعك وهتقدر تختار الفئة بتاعتك لو قلنا انت مش عارف بتختار الاشخاص والمدونات وزي ما قلت الموضوع ما بيفرقش بشكل كبير لكن الافضل ان احنا نختاره انا بالنسبة لنا هنا ممكن اختار الاشخاص والمدونات واضغط على حفظ لازم تختار حفظ بعد ما نعمل كل الاعدادات دي لازم تختار حفظ لانك لو ما عملتش حفظ خلاص كل اللي انت عملته ده راح طيب عشان اساعدك في موضوع اختيار الفئة بتاعة القناة انت من على الموبايل بتاعك بتكتب social plate ليكتب مثلا قناة احمد مندوح نعمل search طبعا الكلام ده تعمله من الموبايل عادي جدا هتلاقي ان هنا مجتوب الفئة بتاعة القناة people تمام فبناء عليه تقدر تعرف ان القناة دي هي تبع فئة اللي هي الاشخاص والمدونات تمام فانت اي قناة عايز تدور عليها بتدخل داخل social plate وبناء عليه بتقدر تعرف فئة القناة طيب لو في قناوات منافسة في المجال بتاعك تقدر تدخل على القنوات دي تكتب اسمها هنا في social plate وبعد كده تشوف القنوات دي مختارة اي فئة وتقدر تختار الفئة بتاعتك زيهم اتمنى كنت استفدت من الفيديو شكرا ليكم كان معاكم احمد مندوح سؤالي ليك في الحلقة لو انت القناة بتاعتك قناة خاصة بالعدوات المنزلية او الطبخة المفروض تحطها في اي فئة من الفئات دي ياريت ترد عليها في التعليقات السلام عليكم